بيان للرأي العام إن ما تقوم به حكومة الاحتلال التركي من أعمال إجرامية بحق شعوب المنطقة جريمة بحق الإنسانية وآخرها الهجمات الأخيرة على مناطق الإدارة الذاتية الذي ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء من الأطفال والنساء إن ما تقوم به تركيا لن يثنينا عن مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية وإننا مستمرون على نهج الشهداء الذين قضوا في سبيل تحقيق ذلك إننا في مجلس المنطقة الشرقية ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي من قبل حكومة أردوغان الفاشية ونؤكد للعالم بأننا مع الإدارة الذاتية وقواتنا قوات سوريا الديمقراطية بخندق واحد حتى تحقيق النصر عاشت سوريا حرة موحدة لا مركزية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل